وكمان عندنا حاجة مهمة جداً كمان النهاردة هنتكلم على منتخب مصر وكاس العرب في قطر 20-22 طبعاً يعني كان فيه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كان فيه تضارب كبير جداً ما بين ما بعد مباراة المنتخب المصري أمام لبنان وما بعد مباراة المنتخب المصري أمام المنتخب السوداني والفوز بخمسية على مستوى تقييم طبعاً كروش المدير الفني للمنتخب المصري حاف يعني المدة دي أبزل من وجهة نظر الشخصية أن مباراة السودان كان لها مكاسب كتيرة جداً جداً مكاسب بس مش على مستوى الفني وعلى مستوى النتيجة لكن كمان على مستوى إدارة ملف المنتخب المصري واضح جداً أن كروش جاي عايز اشتغل بشكل احترافي كبير جداً وشايف من وجهة نظري من خلال المباراة من خلال العناصر الجديدة اللي بيدفع بيها كروش لأزيل المباراة وبتدي مرضود أكثر من رائع أن الراجل ده عايز يعمل بلانينج عايز يوسع قاعدة الاختيارات بشكل كبير جداً جداً البطولة داية بالنسباله أعتقد بطولة تحضيرية لما هو أهم ما هو أهم هو طبعاً البطولة الأفريقية بطولة أفريقيا القادمة كمان ما هو أهم هو الصعود لكاس العالم 2022 والوصول للمباراة الفاصلة مباراة النوج أول المنتخب المصري خلال الفترة اللي فاتت يمكن كان فيه يعني زي ما بقول لحضراتكم البعض متعارض أو بيعارض يعني كروش من حيث الأداء في مباراة مصري ولبنان من حيث اختيارات اللعيبة لكن أعتقد الشخصي أن كروش بيعمل باحترافية كاملة وبيحاول بقدر الإمكان أن يدي فرص كتيرة جداً لأسماء وعناصر موجودة في الدور المصري ما كانش حد مننا يفتكر أن هم هيكونوا على هذا المستوى الجيد في منتخب مصر وخلينا نتكلم في كل دوة في الفقرة الحوارية لكن أنا بقول لحضراتكم أن منتخب مصر إن شاء الله بإذن الله يعني فيه خطوات جيدة وعنده مباراة مهمة جداً أمام المنتخب الجزائري وطبعاً كلنا منتظرين هذه المباراة ولكن أنا بحطها ما بين كوسين مش هي دي المباراة اللي حنقيم عليها كروش كروش شغال بخطة طويلة الأجل إن شاء الله كل التوفيق لطبعاً منتخبنا الوطن